انه المجتمع الناخب المواطن المصري وهو رايح لصناديق الاقتراع شايف قدامه اربع مرشحين طيب الشكل ده او اللي انت شايفه قدامك ده من حجم الاقبال المزهل على الانتخابات انت بتكلم على رؤساء احزاب يعني عندنا تلاتة رؤساء احزاب ومرشح مستقل صح؟ طيب فبالتأكيد انه كل مرشح من المرشحين التلاتة اللي بيترقسوا تلاتة احزاب بالتأكيد احزابهم وراهم يعني هذه الكتل الحزبية موجودة وراهم مش بس كده ومن يؤمنون بايدولوجية الحزب انا ممكن نبقى مؤمن بايدولوجية الحزب الفلاني لكن انا مش عضو فيه فنرايح للمرشح ده انا مؤمن بايدولوجية هذا المرشح اليساري فنرايح معيني ممكن ماكنش عضو فيه المصري الديموقراطي انا مؤمن بايدولوجية وافكار مرشح لبرالي اخر فيه زي الشعب الجمهور فاروح واقود لي بصوتي في النهاية الناس راحت لان هناك تنوع حقيقي شايفين انه لازم التكتل الحزب اكيد كله بيذهب لتأييد مرشحه والاقتراع لاجله او التصويت لاجله كذلك المنحزين ايدولوجيا للافكار مش بس كده والمنحزين او اللي اعجبه بيه البرامج والرؤى المتعلقة بالبرامج الانتخابية او الرؤى الانتخابية المختلفة طبيعي ان كانت الناس تنزل بس هو هيظل الشعب المصري دائما مفاجئا مبهرا لهذه الاسباب الاربع او الخمسة اللي انا ذكرتها لحضرتك العالم كله العالم كله ما هتلاقي وكالة دولية في العالم لا تتابع المشهد الانتخابي المصري مش هتلاقي اي وكالة اسمها هيجي على بالك لو عملت سيرتش وقعدت بسيط هتلاقي كل الوكالات بتتابع وبتتابع عن كثب بيعملوا ايه بالخبر يؤولوه يستخدموه استخدام مهني وسليم دي بتاعتهم بقى هم كل واحد وضميره المهني لكن العالم يتابع طبعا حكومات العالم تتابع طبعا لانه هذا الاقبال بيعطي ثقة حقيقي وقوة حقيقية للدولة المصرية في اي خطوة بتاخدها ويا مكتر الخطوات اللي لسه هناخدها وفي الخير باذن الله